السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من قناتكم المتنوعة مهلا بي شفنا كلنا أول مبارح الأهلي لما فاز على الوداد المغربي وحصد لقب بطل دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي للمرة الحداشر في تاريخه وده هيروح بينا للسؤال عن عدد بطولات الأهلي المصري طول تاريخه الناجي الأهلي هو أكبر النواجي المصرية من ناحية التتويج بالألقاب المحلية والأفريقية وكمان أكبر النواجي من ناحية الشعبية في مصر لأنه لي قاعدة ممكن توصل لخمسين مليون مصري غير أنه لي جمهيرية كبيرة على المستوى الأفريقي وكمان المستوى العربي والقلعة الحامرة تأسست سنة 1907 في القاهرة ومن وقتها والمارد الأحمر بينتصر في معظم البطولات وبيحصد ألقاب كتيرة ده غير احتضادنا الأساطير من لعيبة كرة القدم واللي هنشوف سور ندرة لمعظمهم في نهاية الفيديو عشان كده أنا بطلب منكم تتابعوني لنهاية الفيديو عشان هتشوفوا سور ندرة هتعجبكم جدا لأبطال كرة القدم في الناجي الأهلي طب إيه هي البطولات اللي حصل عليها الناجي الأهلي؟ خلونا نبدأ بالدوري المصري الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب الدوري المصري الممتاز لأنه حقق اللقب 42 مرة ومن ضمنهم لما حقق المارد الأحمر اللقب سنة 2019-2020 على غريم التقليد جزة مالك واللي حصل على المركز الثاني بصعوبة من بيراميدز وطول العشر سنين اللي فاتت حقق الأهلي اللقب دايما إلا في موسم 2014-2015 لما قدر الفارس الأبيض أنه يكسر قعدة الهيمانة دي وغير كده فالأهلي حقق لقب دوري منطقة القاهرة في 15 مرة في الفترة من 1924 ل1958 وحقق لقب الجمهورية العربية المتحدة اللي هي يعني اتحاد مصري وسوريا مرة واحدة سنة 1961 ودلوقتي حده يجي يسألني ويقول لي طب وبالنسبة لكاس مصر يا ترى الأهلي فاس بيه كم مرة؟ هقول لكم 38 مرة ومع العدد الكبير ده كله من مرات الفوز إلا إن الحظ ما حلفش الأهلي في بطولة كاس مصر في آخر عشر سنين إلا ثلاث مرات بس سنة 2017 وسنة 2020 وسنة 2022 لكن بالنسبة للسوبر المحلي فالأهلي حقق البطولة 13 مرة آخرها سنة 2022 ويبقى بكده صاحب الرقم الكياسي هنا برضو وحقق الأهلي كمان كاس السلطان حسين سبع مرات في الفترة من 1923 ل 1938 طب وبطولات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية يا ترى كيم؟ في دوري أبطال أفريقيا فالأهلي محقق الرقم الكياسي وهو 11 مرة أول مرة سنة 1982 وآخر مرة كانت أول مبارح على حساب الوداد المغربي وفوق الكلام ده كله فالأهلي حقق لقب كاس الكؤوس الأفريقية أربع مرات وتم تتويجه بلقب كاس الكونفيدرالية مرة سنة 2014 ولقب الكاس الأفرق أسيوية مرة في 1988 وبالإضافة لكده ففي رصيد الأهلي كمان 8 بطولات سوبر أفريقي من ضمنهم الفوز سنة 2021 على الرجاء المغربي بركلات الترجيح ولو حسبنا مجموع بطولات الأهلي هيطلعوا 142 بطولة متصنفين زي مظاهر في الصورة لفي الكادر اللي قدام حضراتكم دلوقتي خلونا نقراها مع بعض الدوري المصري 42 مرة دوري منطقة القاهرة 15 مرة كاس مصر 38 مرة كاس السلطان 7 مرات السوبر المصري 13 كاس الجمهورية العربية المتحدة مرة كاس الاتحاد المصري مرة دوري أبطال أفريقيا 11 مرة أخيرهم كان أول مبارح مبروك للأهلي كونفيدرالية مرة السوبر الأفريقي 8 مرات كاس الكقوس الأفريقية 4 مرات كاس الأفرق أسيوية مرة كاس العرب مرة كاس الكقوس العربية مرة وآخر حاجة السوبر العربي مرتين فزي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله حائط عريض من البطولات ودلوقتي خلونا ناخد جولة مع بعض مع مجموعة من صور أشهر لعبة أساطير لعبه في القلعة الحمراء بس قبل ما نبدأ جولتنا خلونا نقول إنكم لو من الأبطال المكملين معينا لحد دلوقتي إثبتوا وجودكم معينا بلايك للفيديو واشتراك في القناة خلونا يبتدي وهنبدأ أساطير نادي القرن بكابتن محمود الخطيب صورة أديمة ليه أبيض وسود وبعدين صورة ألوان بس برضو هو صغير ودي صورة ليه في الوقت المعاصر كابتن أحمد شبير برضو هتلاقوا صور ندرة وهما صغيرين وبرضو صورة معاصرة أهو كابتن أحمد شبير كابتن حسن حمدي كابتن محمد أبوتريكا كابتن محمد بركات ودي صورة برضو ليه هو صغير كابتن حسام عشور كابتن وق الجمعة كابتن عماد متعب كابتن أسام عرابي كابتن أحمد السيد كابتن حسام حسن كابتن عصام الحضري أورقس يا حضري صورة ليه من فوق العرضة أو من فوق الشبكة كابتن هادي خشبة كابتن ثابت البطل والمشهور عنه مقولة عش ثابت ومات بطل الله يرحمه كابتن شادي محمد وأخيرا كابتن محمد الشناوي وبكده خلصت معاكم حلقتنا النهاردة لكن بطولات الأهلي إن شاء الله ما خلصتش ولست مكملة أتمنى يارب يكون الفيديو عجبكم خصوصا عشاق النهاج الأهلي وعشاق كرة القدم سواء في مصر أو في أفريقيا أو في العالم العربي يارب يكون الفيديو عجبكم ويريد تاخدوا جولة كده في القناة وتشوفوا الفيديوز اللي ظهرة قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي ما تنسوناش بقى باللايك الحلوة من إيديكم الجميلة واشتراك في القناة أشوفكم في فيديو جديد مهلا بيب باي باي